مزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لورد ديفيد كاميرون كما يسمونه وقد كان رئيساً للوزراء واستقال في بعد البريكزيت اليوم اتخذت بريطانيا موقف قد يعتبر هذا الموقف تاريخي صحيحة حجم الأحداث لا تظهر أهميته لكن هذا الموقف مهم جداً لما هو قادم في المستقبل ما هو القرار اللي اتخذ اليوم القرار نشوفوا عنده مقطع له سمعوه انا ايضاً كلامه كان مهم مزير البريطاني مزير البريطاني مزير البريطاني هذا موقف قوي شداً لأن قبل شهر فقط هذا الشخص في حد ذاته وزير خارجية ذاته كان يقول نريد هدنة لكن لا نريد وقف ليطلق النار لأن وقف يطلق النار هذا يفيد الإرهابيين ويفيد المقاومة الفلسطينية هذا هو الموقف البريطاني قبل أسابيع وكررها رئيس الوزراء وكررها وزراء آخرين وكررها خاصة كاميرون لكن الآن يقول لك نريد وقف إطلاق النار آنا الآن نريد هدنة الآن تؤدي إلى وقف إطلاق النار نهائي لكن نريدها الآن وهو يظهر غضب عندما يقول أن ما يطلب من أهل رفح لأن كما تسمعون بدأ كان فيه هجوم أمس على رفح لكنه يبدو أنه كان هجوم لقضية معينة سنتكلم عليها بعد قليل لكن نتنياهو وجنيرالاتو ومزراء يهددون بضرب رفح وباشتياح رفح رفح فيها اليوم أكثر من مليون وثلتمائة ألف غزي أي أكثر من نصف السكاء اللي هما 2.3 أو 2.4 فهولا الوزير البريطاني بريطانيا اللي ظلت تدعم في حديث كثيرة جدا صحيح مش بالوضوح أنت أمريكا وألمانيا لكن فيه كثير من الجهات قالت بأن بريطانيا أيضا أرسلت أسلحة الآن يقول بأن أهل رفح ليس لديهم أين يذهبون الذين هربوا إلى رفح وهم أكثر من مليون سكان رفح في الأصل هما 200 ألف أو 220 ألف الآن فيها مليون وثلتمائة ألف ليس لهم أين يذهبون وهؤلاء الناس بعضهم غير أو هرب من الأماكن أربع خمس ست مرات يقول بليه هذا مش معقول أن يتم أن تتم هذه العملية عملية رفح فإذا حتى داخل أنصار هذا الكيان المتوحش بدأوا يشعرون في أعماقهم كأفراد مثلا حتى بلينكين يقناه قال بأنه لم ينسى أبدا أولئك الأطفال والذين يقتلون وقتلوا بطريقة بشعة إلى آخره قد يقول قائل بأن هذا فيها نفاق أكيد عندهم نفاق لكن أكيد أنهم بشر أيضا أكيد أنهم بشر أيضا وأكيد أنهم يتأثرونهم أيضا بغض النظر على السياسات التي تتبعها دولهم إذن وجدنا هنا هذا الوزير البريطاني يتحدث بهذه الطريقة وأيضا في الحقيقة بريطانيا إذن اخذت هذا الموقف وهو أنها وضعت أربع مستوطنين فرضت عليهم عقوبات هذه فيما أذكر من المرات القليلة جدا إن لم تكن المرة الأولى ربما اللي يكون فيها فرض عقوبات على إسرائيليين الغرب كان يفرض العقوبات فقط على الآخرين على مسلمين على روس على الصين على إيرانيين على أتراك على من على كوريين على أفارقة لكن ليس على إسرائيليين وقد يفرضها على غربيين كان دول فرضت على غربيين مثلا أمريكيين فرضوا على بريطانيين أو على كنديين لكن ليس يفرضونها على إسرائيليين إسرائيل فوق القانون وفوق الجميع وطبعا هذه الخطوة تأتي إلى خطوة سابقة قامت بالولايات المتحدة قبل حوالي ثلاث أسابيع وفرضت هي أيضا عقوبات على أربع مستوطنين لا أعرف إذا كانوا نفس الأسماء هنا ذكرت الحالة هذه ذكرت من هم لكن لا أعرف إذا كانوا نفسهم لفرضت عليهم أمريكا وفرضت عليهم بريطانيا ولكن هذا مهم جدا في كسر تلك القدوسية ذلك الجدار الذي يحمي الصهاينة ويحمي جرائمهم ويحمي هذا الكيان صحيح تبقى دائما خطوات ضعيفة ومتأخرة ولكن أن تأتي خير من أن لا تأتي أبدا أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي أبدا وهذه بدايات مهمة جدا ولذلك وجدنا المتطرف جدا والعنصري جدا هذا اللي هو من أصول عراقية في الأصل بنغفير هو أصله أسمه بنغفير هما يقولون بنغفير هو بنغافير هذا هو الأسم الحقيقي انتعه وهو كردي عراقي وبالتالي يعرف يعني في الأصول انتاحهم والديه إلى آخر يعرفوا الكردية اللغة الكردية واللغة العربية وبالمناسبة يعني تجد تجد بعض اليهود العرب أو من أصول عربية من بلدان عربية بعضهم هم أشدوا عداء للكيان الصغيوني وبعضهم دائما بلدان عربية هم الأكثر صهرونية وتوحشا كما بنغفير هنا فبنغفير يقول إن قرار بريطانيا طرد العقوبات على أربع مستوطنين إسرائيليين بمثابة ارتباك أخلاقي كبير آه ما السهم ارتباك أخلاقي كبير وتساءل عن عدم إصدار عقوبات عن كل من شارك في أحدى السبعة أكتوبر معتبرا أن القرار وهذا هو الأخطر بالنسبة ليهم تعاون مع حركة المقاطعة بي دي اس حركة المقاطعة بي دي اس هذه وقد بدأت هنا في بريطانيا والآن أصبحت على المستوى العالمي دارت قلق ترهيب لإسرائيل والآن هذه الحركة أصبح لها شعبية كبيرة جدا منذ سبعة أكتوبر لأن كثيرين بدي اس كانت لما تخاطب الناس كثيرين لا يفهمون ما يجري هناك ويعتقدون أن إسرائيل دولة ديمقراطية دولة حقوق إنسان دولة عدل يعني مثل ما يجري في الدول الغربية داخل الدول الغربية بالنسبة للشعوب الغربية لكن سبعة أكتوبر كشفت الوجه الحقيقي للنازية الإجرامية الإرهابية الصهيونية كشفت وكشفته بطريقة كثيرين أصيبوا بالصدمة أصيبوا بالحزن أصيبوا بالكآبة أصيبوا أسمعت حتى أن بعض الناس ربما انتحروا مش متأكد من الخبر لكن بعض اللي هما ناصروا القضية الفلسطينية وهم يرون في هذه الكوارث في الغرب البعض ذكروا على أقل ثلاث أسماء يجب أن أتأكد منها أنهم انتحروا قد روش يتحملوا ما يحدث إذن هذا كل بداية وهذا الصهيونية كانت صنما عظيما لا أحد يقترب منه والحقيقة الآن كثيرين يقتربون ويضحون ويدفعون الثمن ولكنهم في كثير من المرات ينتصرون